أقامت غرفة تجارة وصناعة الكويت بالتعاون مع بعثة الأمم المتحدة للهجرة مزاداً خيري للسجاد يدوي الصنع يهدف لبيع المنتجات المعروضة للرأي الخيري وسيتم تخصيصه لمشروع المنظمة الدولية للهجرة المزيد من التفاصيل في سياغ تغرير التالي المزاد الخيري للسجاد اليدوي الصنع من قبل النازحات السوريات أقيم بتعاون مشترك بين غرفة تجارة وصناعة الكويت وبعثة الأمم المتحدة للهجرة في قاعة المعارض بمبنى الغرفة دعبة غرفة تجارة وصناعة الكويت في إقامة مثل هذه المعارض سواء داخل الكويت مشاريع شبابية أو التعاون مع بعثة الأمم المتحدة للهجرة وهذا المعرض يهتم في اللاجئات السوريات الذين قاموا بحياكة عمل مثل هذه السجادات للطلاع المهتمين سواء داخل الكويت أو خارج الكويت بهذه المختنيات من السجاد وهذا اهتمام من القرفة مثل هذه المشاريع لدعم اللاجئين السوريين في كل مكان المزاد يهدف إلى بيع المنتجات المعروضة فيه للرائع الخيري وسيتم تخصيص لمشروع المنظمة الدولية للهجرة تمكين سبل العيش وبناء القدر على الصمود داخل المجتمعات المتضررة وذلك من أجل تعزيز الحلول الدائمة للسكان المتضررين بالتعاون مع غرفة التجارة والصناعة الكويتية عم نقوم بهذا المزاد الخيري على 18 شزادي هذه السجادات معمولين من قبل نساء سوريات سنة 2019 ضمن مشروع ممول كامل الحكومة الكويتية فالهدف من هذا المزاد هو بيع هذه السجادات والعائدات منه رح ترجع لمشروع تقوم في المنظمة الدولية للهجرة بالداخل السوري متعلق بكسب سبل العيش وبناء المروني للمجتمعات المتضررة من بداية هذه السنة قيمة المنظمة الدولية للهجرة بمساعدة أكثر من 318 شخص بالداخل السوري سواء بأمور متعلقة بالصحة أو الحماية أو كسب سبل العيش وأيضا إرسال أكثر من 207 شاحنات كلها محملة بالمواد غير الغذائية الكويت ومجتمعها المدني مستمرين في تقديم العون للكثيرين كما قدمت غرفة تجارة وصناعة الكويت جهدا في دعم العمل الإنساني نواف شراكي تبزع دولة الكويت